استعدوا لما هو قادم يا أهل السعودية انتبهوا على حياة أبنائكم فما هو قادم ليس بسيطاً وسيتأثر به الجميع لهذا خرجت التنبيهات العاجلة من الجهات المختصة في الساعات الماضية تحذير عاجل وقرارات استباقية سريعة اتخذتها الجهات المعنية في المملكة في الساعات القليلة الماضية استعداداً للتعامل مع الحالة الطارئة القادمة على المملكة فقد أصدرت مراكز الإرصاد انذاراً باللون الأحمر وهو أعلى درجات الطوارئ من سقوط أمطار شديدة الغزارة في الساعات القادمة على مناطق متعددة من المملكة على رأسها العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وجوف والباحة والحدود الشمالية تزمن ذلك مع بدءه طول أمطار غزيرة على الرياض مع سواعق عادية قوية وسيول وبرد في حالة تستمر لمدة يومين وعلى إسر ذلك أعلنت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة غداً الأحد في جميع المدارس التابعة لها وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بناء على تقارير الأرصاد والدفاع المدني وكتبت إدارة تعليم الرياض في حسابها الرسمي على منصة X بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة عن بعد ليوم الأحد الرابع عشر من رمضان عام 1445 هجرية عبر منصة مدرسة ومنصة رودة والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبات المدارس من الحيئة التعليمية والإدارية بتعليم الرياض ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار بمشيئة الله تعالى من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياضة تشمل الرياضة العاصمة ثادق مرات الغات الزلفي شقراء رماح حرملا الدرعية ضرماء المزحمية الخرج ووفق توقعات الأرصاد فإن الحالة ستستمر حتى يوم الاثنين القادم وأهب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته من جهته قال خبير الأرصاد وليد الحقيل إن غدا الأحد ستكون الأمطار أشد غزارة على الرياض وجرى تعليق الدراسة أيضا يوم الأحد في جامعة الأميرة نورأ حرصا على صحة وسلامة الطلبة وتفاعل النشطاء والمغردون السعوديون مع الحالة المطرية الحمراء القادمة على المملكة دعين الله تعالى أن يجعلها خيرا وبركة على المملكة في حين أكد آخرون أنه من الواجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بتعليمات السلامة والتدابير الوقائية لتجنب حدوث أي حوادث لا قدر الله وطلبت الجهات المختصة الجمهورة بالابتعاد عن مجرى السيولي والأودية والتي من المتوقع في الساعات القادمة أن تشهد تجمعات كبيرة لمياه الفيضان قد تتسبب في جرف كل من يتواجد في المكان ترجمة نانسي قنقر